في هذا الموضوع مع ضيفين من نيقوسيا نوفل ضو منصق التجمع من أجل السيادة ومن الرياض الكاتب والمحلل السياسي منيف عماش الحربي مساء الخير لكما أهلا بكما معنا في الأخبار الليلة على شاشة الحدث سيد نوفل سأبدأ مع حضرتك ليست أول مرة تخرج تصريحات عن وزير بالحكومة سواء كان وزير عندما قالها أم لا وتحدث أزمة من هذا النوع مع المملكة العربية السعودية ليست أول مرة يحكى عن خطر المخدرات الذي يتم تهريبه من لبنان إلى داخل المملكة فيما فهم بأنه هو أصلا عملية منصقة ومقصودة من جانب أطراف سياسية داخل لبنان هل تعتقد اليوم أن هذا الموضوع كان مراد أن يتم الوصول إليه مع المملكة العربية السعودية من جانب بعض الأطراف اللبنانية؟ أنا أعتقد أنه سوء تهدير وما حصل اليوم هو نتيجة قصر نظر المنظومة السياسية والحزبية التي تمسك بالقرار في لبنان وأنا أعتقد أنه الرد على قرار المملكة العربية السعودية بطرد السكير اللبناني من المملكة يجب أن يكون من جانب اللبنانيين العمل على طرد كل الرؤساء والوزراء والنواب من مناصبهم لاستعادة التوازن إلى الحياة السياسية وإلى موقع لبناني الطبيعي في قلب العالم العربي وفي قلب العالم الحر أعتقد أن ما حصل اليوم هو نقطة تحول بالغة الأهمية على الشعب اللبناني أن يتعاطى معها بسرعة وبحزم لألا نكون أمام أوضاع أكثر سوءا بكثير مما نعيشه الآن الموضوع يتطلب حركة شعبية سريعة حركة حزبية ممن يعتبرون أنفسهم أنهم سياديين لتحرير لبنان من الاحتلال الإيراني من خلال اعتصامات مليونية في الشوارع نزول الشعب اللبناني إلى الشوارع بكل طوائفه ومذاهبه ومناطقه للمطالبة برفع الاحتلال الإيراني وللمطالبة بإعادة تصحيح علاقات لبنان مع العالم العربي ووقف الاعتداءات التي تنطلق من لبنان سواء كانت أعلامية أو أمنية أو عسكرية أو سياسية باتجاه دول مجلس تعاون خليجي بدون ذلك نعتقد أننا أمام كارثة كبرى نقبلون علينا لبنانيين وعلينا أن نتحمل مسؤوليتنا كشعب لبناني إذا كانت هذه المنظومة السياسية لا تريد أن تتحمل مسؤوليتها سيد نوفل هل تعتقد اليوم أن هذه الحكومة بهذا الشكل الموجودة الآن وبكل المواقف التي تبعناها بالأيام الماضية يمكن أن تذهب إلى إجراءات عودة أو محاولة بناء الثقة مع المملكة العربية السعودية بهذه المرحلة تحديدا؟ أو أن موقفها واضح؟ سيدتي أنا أعتبر أن هذه الحكومة جزء من المشكلة وجزء من الاحتلال وهي التي تسببت بما وصلنا إليها فلا يمكن للداء أن يكون دواء أعود وأكرر أن الحل الوحيد هو بترحيل كل هذه المنظومة السياسية الرئاسية والحكومية والنيابية من مواقع المسؤولية سميها ما شئتي سميها انقلاب سميها ثورة سميها انتفاضة سميها ما شئتي المهم في هذه المرحلة أن يتحمل الشعب اللبناني مسؤوليته وأن يرد التحية إلى المملكة وإلى دول الخليج بمثلها المملكة فرقت بين الشعب اللبناني وبين هذه المنظومة السياسية علينا نحن أن نثبت بأننا أصحاب مسؤولية كشعب لبناني وأن ما قامت به المملكة من عملية فصل بين الشعب اللبناني وبين المسؤولين السياسيين هو عملية في مكانها وأن لا نصاب بخيبة أمل وأن لا نصيب العرب بخيبة أمل جديدة نتيجة تخاذلنا هذه الدبلوماسية اللبنانية دبلوماسية احتلال إيراني علينا أن نستبدلها بدبلوماسية شعبية علينا أن نستبدل عملية الكومة السياسية التي تغط فيها المنظومة السياسية والحزبية في لبنان بحركة شعبية كبيرة لاستعادة السيادة والاستقلال في لبنان ولاستعادة علاقات لبنان العربية والدولية بدون ذلك نحن نذهب إلى الانتحار نحن نذهب إلى عملية موت بطيء وأنا أخشى أن تكون هذه العملية عملية موت ليس بطيئا في هذه الحالة وإنما عملية تسريع الموت نتيجة لإصرار هذه المنظومة مرة جديدة على أن تكون أداة من أدوات الاحتلال وأن تغطي مشروع الاحتلال الإيراني في لبنان أستاذ نوفل يعني ضيفنا من الرياض تحدث عن نقاط مهمة بموضوع سواء الشعب اللبناني وحتى سواء موقف الجيش يعني الآن وأنت حضرتك قلت من شوي أنه موضوع أنه لازم الشعب اللبناني كذلك أن يتصرف بهذه المرحلة وهو يسحب الثقة من جميع الموجودين اليوم بالحكومة ولكن أي مشهدية يعني ما بعد الآن نحن نعلم أنه الشعب يرزح تحت ثقل هذه الطبقة السياسية الحاكمة الجيش يرجح تحت ثقل هذه طبقة السياسية الحاكمة كل ما يكون هناك تحرك نرى أو عمليات اختيال أو محاولات استهداف أو أحداث عنف بالشارع ما هي الخيارات الموجودة الآن أمام لبنان ليس فقط للعودة إلى الحضن العربي بل يعني تحقيق تطلعات شعبه بدرجة أولى أهم أهم شغلي ممكن تنعمل في هذه المرحلة هي عدم الاستسلام وهي أعلان المقاومة وهي رفض هذا المنطق الذي يقول والذي هو معتمد منذ العام 2005 بأنه تحت حجة الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي ومنع الاغتيالات وما إلى ذلك نذهب إلى تسوية بعد احتلال إيراني رأينا إلى أين وصلنا نتيجة لهذه السياسات ونتيجة لهذه النظريات السياسية المطلوب في هذه المرحلة المواجهة أنا أسأل سؤال المواجهة مع حزب الله هل كان يمكن أن تكلف أكثر مما كلفه انفجار مرفق بيروت في أربع آب قبل سنة ونصف تقريبا أكيد لا هل كان يمكن أن تدمر بيروت نتيجة المواجهة مع الاحتلال الإيراني أكثر مما تم تدميره نتيجة للانفجار هل كان يمكن أن يسقط من الشهداء أكثر من الذين سقطوا هل كان يمكن أن يصاب لبنان بأكثر مما أصيب فيه أكيد لا يعني موضوع التهاون والتساهل والذهاب إلى الحلول السهلة بعملية تمرير الوقت والهروب إلى الأمام ودفن الرؤوس في الرمال عملية لم تعد تجدي علينا جميعا أن نفهم بأن مشكلتنا في المواجهة لا يزالي ولا مشكلة تربوية ولا مشكلة استشفاء ولا مشكلة دواء ولا مشكلة مصارف كل هذه المشاكل على أهميتها هي نتيجة للاحتلال الإيراني للبنان وإذا أردنا أن نحل مشاكلنا الحياتية والاقتصادية وأن نحقق المطالب الاجتماعية التي نريدها فباب أتحقيق هذه الأهداف هو إزالة الاحتلال الإيراني وإزالة الاحتلال الإيراني للبنان يبدأ بإزاحة كل هذه المنظومة السياسية وليس بسحب الثقة سحب الثقة يكون في نظام ديمقراطي عملية ترحيل عملية إنزال عملية إسقاط طبعا بمواجهة سلمية مئة في المئة لا يعني على اللبنانيين ألا ينسوا بأنهم أخرجوا 30 ألف عسكري سوري من لبنان في العام 2005 بدون ضربة كف وبدون نقطة دم وبورود بيضاء قدمت إلى الجيش اللبناني عمليا اليوم يمكن في هذه المرحلة بالذات الكرة في ملعب الشعب اللبناني الشعب اللبناني هو صاحب القرار ولا يجب انتظار الانتخابات النيابية كما يقال علينا أن نبادر منذ اليوم الانتخابات النيابية يمكن أن تجري بعد ثلاثة شهر يمكن بعد أربع بعد خمسة بعد ستة يمكن أن تؤجل المطلوب اليوم كل يوم يذهب في ظل هذه المنظومة وفي ظل الغطاء الذي تقدمه للاحتلال الإيراني هناك شعب لبناني ينهار هناك اقتصاد لبناني ينهار هناك شعب يجوع هناك فقر يزداد اتساعا وبالتالي هناك عسلة لبنانية تزداد يوما بعد يوم وعلينا أن نسرع الأمور في اتجاه الخلاص لا أن نستمر في عملية الهروب إلى الأمان سيد نوفل أيضا نسأل هنا هل من خارطة طريق لدى كل الأطراف الأخرى التي ترفض ما تقول حضرتك ويقوله اللبنانيون الوصاية الإيرانية أو النفوذ الإيراني الموجود داخل البلد حزب الله بدرجة أساسية يعني لافت نحن اليوم بكل مظاهرة تخرج بلبنان بدنا نرى لافتات تحمل رفض للوجود الإيراني بالاسم يعني وليس أسماء أخرى أو محاولة للالتفاف على الموضوع هل في خارطة طريق من الجانب الآخر يعني بكل أسف بأنه لغاية الآن لا يوجد خارطة طريق هناك مبادرات فردية كالتي تكون بها المجموعات السيادية ونحن واحدة من هذه المجموعات التي عملت منذ ليس فقط منذ بداية الثورة وإنما منذ انتخاب ميشيل عون إلى القول بأن المشكلة في لبنان ليست مشكلة سلطة وأن المشكلة في لبنان لا تحل بمنطق أكثرية وأقلية لأنه نحن لسنا في نظام ديمقراطي ولا نعيش في ظل الديمقراطية نحن نعيش في ظل الاحتلال وبالتالي يعني الأكثريات والأقليات هي أرقام بالنسبة للاحتلال لا تنفع في التعاطي مع البندقية ولا تنفع في التعاطي مع منطق القوة الذي يعتمده حزب الله وبالتالي الرد على منطق القوة لحزب الله لا يكون من خلال مجلس النواب ولا يكون من خلال مجلس الوزراء ولا يكون من خلال انتخابات اليابية وكل هذه الأمور الرد على منطق القوة يكون بموازين القوة وهذه الموازين القوة ليس بالضرورة أن تكون عسكرية أن يفعل حزم الله بأن هناك بيئة لبنانية لم تعد قابلة به وهذه البيئة اللبنانية ليست بيئة طائفية أو مذهبية ليس أن البيئة السنية رافضة وليس أن البيئة الدرزية رافضة وليس أن البيئة المسيحية رافضة هناك بيئة لبنانية مسيحية سنية درزية وحتى شيعية رافضة وإلا بماذا نفسر اغتيال قادة الرأي الشيعة وأخرهم لثمان سنين بالتالي هذا الفكر العروبي اللبناني يجب أن يتظهر من خلال مشروع واضح المشكلة التي نعيشها في لبنان اليوم أن هناك مشروعا استراتيجيا واحدا اسمه مشروع حزب الله يعمل على الاحتلال وتثبيت الاحتلال في المقابل هناك مجموعة تحركات فردية المطلوب تحويل هذه التحركات إلى مشروع شراكة استراتيجية مع العالم العربي يعني رفنا بقى كلام وردات فعل أنه كل ما يصير مشكلة مع المملكة العربية السعودية نتيجة تطاول عليها أو نتيجة اعتداء بالكلام أو بغير الكلام عليها من روح من خبر الناس المملكة ساعدتنا والمملكة مفضلة علينا والمملكة زودتنا بالمساعدات والمملكة تحت من اللبنانيين لا مش مطلوب علاقة مع المملكة على قاعدة المصلحة المالية والاقتصادية المطلوب علاقة مع المملكة ودول الخليج على قاعدة قماعة سياسية على قاعدة فكر استراتيجي يقول بأنه نحن كلبنانيين خلاصنا كما خلاص أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية بمشروع مرشال مشروع مرشال عندما منح لأوروبا منح لها في مقابل مواجهة الشيوعية وفي مقابل مواجهة الاتحاد السوفيتي علينا اليوم إذا كنا فعلا أن نكون عرب أن نواجه كلنا وأن يكون لبنان له دوره في المواجهة مع المنظومة الإيرانية التي تسعى إلى زعزعة استقرار الدول العربية والتي تحتل لبنان في المرحلة الحالية لنتمكن خطيعنا كعرب لبنانيين مع دول مجلس تعاون الخليجي مع مصر ما غير من الدول العربية من أن ندخل معا إلى العولة من بابها العريض كما يتم في المملكة من خلال رؤية 2030 كما يتم في الإمارات العربية المتحدة كما يتم في خلال رؤية مصر للنهوض الاقتصادي هذا هو الحل الحل بشراكة استراتيجية الحل ببناء عروبة جديدة مفهوم جديد العروبة يتجاوز مفهوم المئة سنة الماضية ويفتح الباب كما هو مفتوح في المملكة وفي غيرها من دول الخليج أمام مئة سنة قبلة علينا الخروج من هذه الجاهلية التي تريد إيران أن نغرق بها في اتجاه الانفتاح على العالم وفي اتجاه الانفتاح على العالم من طريق العالم سيد نوفل بموضوع المشروع الوطني الجامع الذي يتحدث عنه سيد مونيف حضرتك لديك نظرة أخرى كما نقشنا بالدقائق الماضية ولكن أيضا نسأل هنا أنه عندما نشهد في الشارع رفض لأي تصرف من جانب ميليشيات حزب الله أو حلفائها يتم اتهامهم طبعا إما بالعمالة أو يتم الاعتداء عليهم شفنا RPG بالشوارع الأسبوع الماضي أو من أسبوعين ويتم التعاطي بمنطق آخر معهم حضرتك من قلت أن يجب التعاطي معهم بنفس المنطق ولكن بأي مرحلة نحن اليوم نقف لأنه هل الموضوع قابل لأي مواجهة بالشارع؟ هل الموضوع قابل لأي تغير بموقف الجيش؟ أي معطيات موجودة الآن بظل أزمة اقتصادية ثقيلة جدا على الجميع؟ سيارتي أنا لم أكن مواجهة عسكرية ولم أكن مواجهة في الشارع بمنطق السلاح أنا قلت أنه مواجهة بالاعتراض السلمي وبالاعتصام السلمي في الشوارع وهذا موضوع لا يمكن أن يتحمله لا حزب الله ولا غيره بالنهاية أنا يعني الكرة الآن هي في ملعب قادة الرأي في لبنان وفي ملعب المجتمع المدني ولا أراهن كثيرا على الأحزاب التي تسعى عادة إلى تعزيز موقعها في السلطة في هذه المرحلة المطلوب رؤية سياسية واضحة وهذه الرؤية السياسية ليست رؤية لها علاقة بالصراع بالصناعة والزراعة وما أعرف شو في لبنان وإلى ما أعناله لأن هذه المواضيع لا تعالج إلا بمعالجة الرؤية السراتيجية إلا بعادة لبنان إلى موقعه الطبيعي في الجيوسياسة على مستوى المنطقة إذا كانت شريكا علينا أن نبني مشروع شراكة أن نطرح مشروع شراكة ومن جهتنا كتجمع سنبادل خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة إلى طرح مشروعنا الموجود والفاضر والذي نعمل عليه عمليا من أجل تكوين بيئة فكرية سياسية ثقافية أكاديمية الهدف منها بناء مقاومة شعبية للاحتلال الإيراني ولمحاولة تغيير هوية لبنان البعض قد يقول بأن هذا المشروع طويل الأمد صحيح يمكن أن يكون مشروعا طويل الأمد ولكن لا يمكن لأي تحرك بالشارع أن لا يكون له غطاء سياسي واضح وستراتيجي واضح دورنا ليس السلطة في هذه المرحلة دورنا هو عملية إيجاد الغطاء وإيجاد القاعدة السياسية استراتيجية المطلوبة في هذه المرحلة التي توجه الحركة الشعبية لأنه على مدى السنتين الماضيتين بكل أسف الحركة الشعبية تحركت بشيء من غريزة البقاء ولم تتحرك تحت ظل أو تحت سقف مشروع سياسي واضح لذلك لم تحقق أهدافها المطلوب في هذه المرحلة كما كل ثورة كما كل حركة تغيير كما كل حركة التحرر أن يكون هناك فكر سياسي أن يكون هناك مشروع سياسي واضح أن يكون هناك توضيح لعلاقة لبنان بمحيطه من هو الصديق من هو العدو من هو الحليف من هو الشريك وبالتالي لنتمكن من الخروج من هذه الأزمة أما عملية التخبط القائمة الآن والانتقال من استحقاق انتخابي إلى استحقاق انتخابي آخر ومن استحقاق حكومي إلى استحقاق حكومي آخر لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة جربنا منذ 2005 إلى اليوم يعني مرأ علينا ثلاث أربع رؤساء جمهوريات مرأ علينا عشر خمسة عشر حكومي مرأ علينا ثلاث أربع مجالس نيابي وكلها لم تنفع الذي ينفع هو أن يتحرك الشعب اللبناني ولكن أن يكون هناك فكر يزود هذا الشعب بالطريق الصحيح الذي يجب أن يسلكه وبالشعارات والمطالب التي يجب أن يرفعها وأن يتمسك بها وهذا ما يجب على المجتمع المدني أن يكون به وهذا ما يجب على قادة الفكر في مستان على قادة الرأي أن يبادروا إليه وبنفس الوقت أن القادة السياسيين والحزبيين الذين يملكون امتدادات شعبية أن يقتنعوا بأن المعركة ليست معركة سلطة المعركة هي معركة كيان هي معركة وجود هي معركة استقلال هي معركة سيادة وبالتالي أي سلطة خارج هذه الأمور لا يمكن أن تنفعهم بشيء هذه النقطة أنقلها إلى سيد نوفل صار من الواضح لكل الدول التي كانت صديقة للبنان بكثير من المراحل أو ربما بكل المراحل أنه اليوم في فصل كبير بين الشعب وبين السلطة التي تحكمه حتى لو تغيرت أسماء هذه السلطة بس سيد نوفل بالنهاية الأمور والتدعيات تأتي على الشعب بدرجة أولى ومن هنا نسأل حضرتك تتحدث عن عدة نقاط تتحدث عن مشروع من جانبكم أيضا ستتفضلون به ولكن إلى أي مدى اليوم يمكن القول أنه في مخرج قريب يعني يمكن ذهاب إلى مخرج قريب الكرة في ملعبنا كشعب لبناني لا يمكن عمليا أن نتحدث عن تحرير بلادنا بدول تضحيات بالآخر هناك تضحيات يجب أن يقدمها الشعب اللبناني سواء كانت تضحيات بالعرق أو يمكن أن تصل إلى تضحيات بالدم عمليا أعود وأكرر بأن الموضوع لا يمكن أن يعالج بالهروب من المواجهة المطلوب في هذه المرحلة مفتاح الحل هو المواجهة الشعب الدول العربية كان لها مشكورة أن فصلت بين الشعب اللبناني وبين السلطة السياسية التي تتحكم بالقرار علينا أن لا نتصرف بطريقة نثبت لهذه الدول أنها على خطأ وأن الشعب اللبناني كما تكونون يولى عليكم وبالتالي علينا أن نتصرف بسرعة علينا أن نبدي ردات فعل مدروسة ولكن حاسمة وحازمة في التعاطي مع مثل هذه الأمور ليس المطلوب عملية إقالة وزير المطلوب تغيير نهج تغيير سياسة المطلوب إعادة لبنان إلى موقعه العربي بالمفهوم استراتيجي للكلمة ليس مطلوب عمليات بلف متوازيني بلف سياسي جديدة لأن هذه العمليات لم تعد تنطلي على أحد يعني اليوم أنه يقال بأنه جورج إرداحي بكرة بيجي واحد تاني وقبله كافي شرب الوهبي وما بعرف مين وإلى ما هنالك وبالتالي أعود وأكرر ليس المطلوب كلام معصول باتجاه العرب المطلوب شراكة فعلية ليس المطلوب محاولة يعني ترميم الجسور على أمل الحصول على بعض الدولارات لتسهير شؤون هذه الدولة التي لن يحصلوا عليها المطلوب شراكة من بعد هذه الشراكة لكل حادث حديث ولكن الشراكة يجب أن تكون شراكة كاملة بدون أي لبس شراكة سياسية شراكة اقتصادية شراكة أمنية شراكة في الأمن القومي شراكة في كل المستويات بطبيعة الحال بطبيعة الحال مع الحفاظ على السيادة على الاستقلال على مصالح الشعب اللبناني التي أثبتت في التجارب أن هذه المصالح لا يمكن فصلها عن المصالح العربية مصالح الشعب اللبناني هي جزء من المصلحة العربية الأمن القومي اللبناني هو جزء من الأمن القومي العربي في حال تداعى هذا الأمن القومي في أي مكان لبنان سيتضرر كما ستتضرر بقية الدول العربية على الشعب المبناني أن يفهم هذا الموضوع وأن لا نعود إلى نظرية النائب النفس شو نائب النفس؟ في مشكلة بين المملكة العربية السعودية وإيران أنا مع المملكة لا نائب النفس ولا حياد ولا بلوت ولا أي شيء في مشكلة مع الإمارات العربية المتحدة وإيران أنا مع الإمارات العربية المتحدة في مشكلة بين مصر وإيران أنا مع مصر في هذا الموضوع هلأ طبعا إذا كانت المشكلة لا سمح الله بين مصر والإمارات والمملكة العربية السعودية أنا كالبناني أسعى إلى دور الوسيط وإلى محاولة استيعاب هذه المشاكل في سبيل الوصول إلى الوحفة العربية ولما أما عملية محاولة الهروب بين المواجهة جربناها على كل حال النائب النفس إلنا عشر سنين نحكي بي نائب النفس إلى أين وصلنا؟ إلنا عشر سنين نحكي بي بمحاولة الحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي بالبلد وصلنا إلى انهيارات مالية واقتصادية وسياسية وأقلقية وأمنية من كل الميلات خلص جربوها يعني حتى الأحزاب والكوى السياسية يعني ردت فعلة كتير خجولة يعني الكلام اللي صدر عن الوزير إرداحه لك في رؤسة أحزاب يفترض أن يكونوا سياديين والمملكة يوقف على خطرهم من عشرين سنين ومن ثلاثين سنين وإلى ما هنالك ما سمعنا كلمة واللي حكي يعني حكي بخجل بهايك ما بعرف كيف يعني أنه رفعا للعتب وكأنه العملية العلاقة بحادث سير على طريق لا مش هيك ما تصير الأمور إما أن نتموضع استراتيجيا وأما لا حل في الموضوع أستاذ نوفل أيضا أذهب إليك بكلامة أخيرة قبل ما ينتهي وقت البرنامج يعني اليوم من هم العقلاء اللبنانيون الذين يمكنهم أن يقودوا إلى مصير مختلف عما وصلنا إليه في السياسة اللبنانية يعني أعتقد أنه أنا لست في مجال تصنيف الناس ولكن أقول بأنه يمكن أن يكون في لبنان عقلاء كثير من الذين لا تهمهم السلطة في هذه المرحلة وحتى الذين يعني يهتمون بالسلطة أعتقد أنهم يمكن أن يتراجعوا عن موضوع السلطة بعد الشيء ويفكروا بعقلانية وغلاطية ليقيموا تجربتهم السابقة في التعاقل مع ملات اللبناني في هذه المرحلة أعتقد أن هناك قادة رأي كثر هناك أكاديميين هناك صحافيين وأعلانيين هناك حتى ناس داخل الأحزاب والقوى السياسية في لبنان لابد أن تتحرك هناك منظومات اقتصادية هناك نقابات كل هذه الأمور هذا الذي نسميه مجتمع مدني أعتقد أنه المسئولية بين يديه في هذه المرحلة أنا مضطرة أن يقاطعك للأسف الشديد لأنه انتهى وقت البرنامج سيد نوفل ضاو ضيفنا من نقوسيا منصق تجمع من أجل السيادة وضيفنا من الرياض الكتب والمحل السياسي منيف عماش الحربي أنا أشكركم جزيلا شكر بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام الأخبار ليلة شكرا على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة